موسيقى مبروك الاثاث الجديدة دكتور شو عالحلوهات شكرا يا اسلام شو رايك نتابع بحديث المرة الماضية عن شو حكينا المرة الماضية دكتور ممكن تذكرني حكينا بقصة الرسول ومارية لما تونسوا ببيت حفصة شو صار بعدين شو بدك يعني يصير يعني رجع يعشرها جنسيا طبعا ما قلنا لك انه الله عادب وليش حرمها على حاله ومشان هيك ما بيصير نحنا نحرم الونسة مع الجواري مهما كانت الأسباب طيب وبلك كانت التجاري العبدة عندها زوج كمان بيصير تعسروها في شروط يا دكتور الشغلة مو شوربة متر ما انت تفكر مسألة عميقة كتير يا أخي أعمق من مسألة قضاء الحاجة هي طبعا طبعا شوف دكتور الشرع بيميز بين العبدة المملوكة والعبدة المسبية العبدة المملوكة هي سلعة تنباع وتنشرى وتنهدى مثل ماريا هاي بتصير ملك المشتري وبيحقل له التسري بها كما تسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم بماريا وشو بالنسبة للعبدة المسبية ألا يحق لك أن تتسرى بها سيد اسلام مبلا دكتور مبلا إذا كانت بنت غير متزوجة جوز هذا حلاله من عند الله أما المسبيات المتزوجات فالعلماء اختلفوا بأمرهم كالعادة اختلفوا على كل شي اختلاف طفيف كتير دكتور البعض بيقول أنه إذا شارك المسلم بالغزو سبى مرمت زوجة وما سبى زوجها معها لا يحق له معاشرتها إلا بعد استبراء رحمها شو يعني استبراء رحمها لازم يستنى لحد ما تحيط حيضة حتى يتأكد أنها مش حامل من زوجها وبعدين يعاشرها لا يحلوا لأمر إن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه وزرع غيره يعني نام على الحبال دكتور ولا يحلوا لأمر إن يؤمنوا بالله واليوم الآخر أن يقعوا على امرأة من السبي حتى يستبرئوها شايف كيف عدل الإسلام دكتور إيه طبعا تابع تابع والبعض بيقول إذا المسلم سبى المرة مع زوجها ما بيصير عشرها مشان هيك المسلمين ما كانوا يزبوا الأزواج دكتور كانوا يتركوهم في دار الحرب أو يقتلوهم مشان ما يصير مشاكل بالنكاح مثل ما صار مع أم المؤمنين صفية أخذها الرسول وعشرها بنفس الليلة اللي أتل فيها زوجها يعني الرسول نام مع صفية فورا لا استبراء ولا بلوت هذا الرسول دكتور موحي الله واحد وبعدين أكيد جبريل خبروا أنها مش حامل طبعا طبعا نعم والبعض بيقول ما بيهم إذا كانت سبيت لوحدها أو مع زوجها في الحالتين بحق للمسلم معاشرتها عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيثا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم شايف كيف دكتور المزبيات المتزوجات حللهم الله لأتباعه حتى ما يخجلوا من الونسي معهم لا حرج في ذلك يا أخي هيك عينك عينك تاخدوها من رجلها وتناموا معها فعلا الأرض الواطية بتشرب ميتها وميت غيرها يعني جماعتك الدواعيش عم يتصرفوا صح بهاي النقطة نعم دكتور بصراحة سبي النساء واستنكاحهم هو فضل من عند الله لأن هذا حكم شرعي حكم به الله سبحانه وتعالى وينبغي للمسلم أن يقابل أوامر الله بالتسليم إيه الله يلعن هيك تشريع فاسق دكتور بزع منك ها إيه تنط وما تحط ترجمة نانسي قنقر